موسيقى عندي واحد الوليد جدت له الناس فيه شوية الوجع قالوا يا عنده لي غاز من اللي بديتوا على الطبيب آخر قالوا يا عنده الماء رديتوا لعندهم أول حاجة بده وليه بده السل داروا لي شهرين ومتعطوه الدوى للسل ونضيروا في التحاليل ونضيروا في السكانير كل شيء تنضيروا على برا تحاجمة داروها عندهم وفي الأخر قالوا لي غاد نضيروا لي تشريح وإن يجبوا لي داد في هذه الحالة سننقدوهم قلت لي هم لا من اللي دادسوا 1 رفعيان دخلوا الدراء قالوا لي غاد نضيروا لي واحد العملية باش نضير قلت لي هم لا لكن تغادروا لي عملية فهو عنده لاسيت في الكرش رأي نضيروا لي العملية سننجوا أن يشربوا الدود السل ونضيروا اموغاجي او الدم يتوقع ومتعطوه البيمين ومتعطوه البيمين ومتعطوه البيمين قالت أدعي معناه إخيرا غير عمليات قالت لك الشيحدين أننا ستعرف لنا نسؤول عليه أن أجاب أدعي معنا لإخيرا غير عمليات سينيته الانه دخلوا هو دعوه إخيرا أو خيرا استغلقوا في الدولة ثانية بعدما فعلنا فعلنا من المسؤول عبدالله السيد عندهم بونكاريا هي اللي عنده ما عنده لسلل لول وقال لك هما لا السلطة التقديرية نحن تسجولي نهد السيد عنده السلل غنعطوه الدواء السلل قال لك بونكاريا ما يديرش لدي الحالة دابا من اللي دارو لي تشريح وديني داك شي دارو لي تشريح وجدت لي هما اسميسوا عليه قال لك راسابين عندهم بونكاريا سواني وصل لواحد المرحلة خاطرة لما بقاش العلاج ما بقاش يتعالج غنبيروا لي الريجيم دابا ما تيعطوه لما لا ماكلة لا تشي حاجة وهذه الفتحة هذا ما قلت لي اليوم انا قلت لي مرغبة يخرج منها لسيد قلت لك احنا اللي مسؤولين عليها بدأت يخرج منها لسيد وما كيش المسؤول دابا نحن اللي مقابلينه تديروا لي ليقوش زيال الحاملات وتديروا لي الفوطة ديالوجه تعرضوا لي الكرشو والدم خاصنا نجيبوه يوميا تتعلق لي الدم ورالبيمين والبلازما هذا الشي باش عايش الدري دابا وبالاكسيجين ودابا باش غادتتفضر مكين لطبيبة لا طبيب لا تشي حاجة الطبيب والطبيب اللي تتحملوا مسؤولية ديالها تشي كامل وما بغني ان اضعوا ولدي ملو والمال بدأوا تعطوه دسل وعرفوا بلا عنده السلو عطل الايموغاجي وعرفوا بلا راداروا المشكيل لأننا اللي مسؤولين عليها مدى شها الدري نحن مسؤولين عليها وذا باوصل الى مرحلة لا تشي واحد كان فرمليا واحدة هي اللي كانت الطبيبات التي كانت تابعي لولدي كلهم اللي يستجع اضعوني طبيبة واحدة من الناس اللي متبعي لولدي عندها كفاءة صافي انا رانيان اللي عندي المشكيل ما كنش طبيب اللي عنده كفاءة متبع لولدي يعني تقرأوا على اولاد الدرويش باش يداوي اولاد الاغنياء يعني احنا اولادنا تقرأوا علي تقولك الله هذه الريادة نديروا لي تشريح باش نقرأوا علي باش نستافدوا باش لجتني شي حالة ندير انا جيب لي امولدي باش يداوي هم تقولوا ليارا غيموت يعني هم تقولوا ليارا من هنا اليومين غيموت وهو وده باشهر باش هو عايش وعيتي يعاني نفس المعانات اللي تعاني بها من الول ده بام اللي نوط مع مصداع وطلعوا أصحاب الان عايش قلناك احنا مقعدنا من ديرولي هات السيدات استفى وصل المرحلة الاخرة تخرج كشكوشة من فمو انا غنوركم كيفاش دخل وكيفاش كان وكيفاش ولا وكيفاش المرحلة بمرحلة انا متنصوروا يوميا ونوريكم تحاليل ولكن شي طبيب ولا شي بروف اللي غي يقول لي هاد المشكيل واش عندي انا ولا عدمه هما يعني انا بغيت نعرف ولدي هاد هاد الدول اللي عطوه دي السل علش عطوه علي لكن غي قدروا ويعطوه لي انا يجربوا في ولدي انا ما نتعبلاش وغان نوصل معاهم في ما بغى انا دابات الناشد محمد السادس ولا الوزارة الصحة باش يدخلوا انا جيت باش ندير هاد النداء هذا باش يسمعوا وقع الناس ويعرفوا الناس حضروا الغوت ديالي وحضروا كل شي في السبيطار وما لقيت معا ما نهضر يعني من صباح تل دابات وانا تنغوت باش يحضر غير مسؤول باش يحضر معايا يعطيني الحالة دير ولدي تواحد جاء عندي طبيبة ديالين عاش قلت لي ما عندي من دير لولدك وصل مرحلة الاخرى ما عندي من لا يصبرك وصافي اهتش اللي غنقول لك يعني انا دابات غادي يديروا معايا حال انا غن دعيهم ويوصلوا معايا لكن انا لا فوت انت حمل مسؤولي ولكن هم اللي ديري عندهم مشكل يتوقفوا باش هادوك الناس يعيشوا اشتركوا في القناة 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 شكرا